لأن المخاطر عم تكبر وبتهدد وحدة الوطن واللي عم نسمعه ونشوفه من تحضيرات بالإقليم بيجعل المخاطر أوضح على مدى سنوات الحكم فضلت عالج الأزمات بالشغل صامت نجحت بمطاريح وأعجزت بمطاريح تانية حاولت أمنع الانهيار ودعيت لأكتر من لقاء ومؤتمر وطرحت حلول ولكن أهل المنظومة كانوا رافضين يتخلوا عن أي مكتسب وما حسبوا حساب الناس لما وقع الانهيار طرحت الحوار عن الناس يلي نزلوا على الشارع كمان رفضوا وتخبوا وراه شعار كلهم يعني كلهم واليوم بعدني عم جدد الدعوة للحوار لكل لبناني ولبناني بدن خلاص الوطن تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته دفعني واجه بسنة التسعين مشاريع الهيمنة على الدولة ولكن مصالح الخارج والدقل تواطعت وكانت قوى عمدى 15 سنة نحكم البلد بفقدان السيادة والشراكية بالفساد من منظومة سياسية ومالية ولما رجعت سنة 2005 تعملت بإيجابية وقلت خلونا نصلح انطلاقها من الدستور يلي أقرب الطائف حصل الانهيار بس ما استسلم ولا راح استسلم وبيعتبر ان الحل بعده ممكن من ضمن وثيقة الوفاء الوطني بالرغم من كل شيء الحل بيقتضي أولا إجراء المحاسبة يعني تحديد المسئولية عن الانهيار وحماية أموال الناس وإعادتها للمودعين وكمان بيقتضي الانتقال لدولة مدنية ونظام جديد ركيز تور الأساسية لمركزية الإدارية والمالية الموسعة ولازم تكون الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هالأساس صحيح انه الدفاع عن الوطن بده تعاون بين الجيش والشعب والمؤومة لكن المسؤولية الأساسية هي للدولة الاستراتيجية الدفاعية تضع الدولة وحدة وهي بتسهر على تنفيذها هي وحدة بس قبل ما نصل لهون لازم يوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر يلي بيتفكك الدولة بيوصل لانحلالة بتسألوني وين؟ أنا بسأل وين ما فيه تعطيل؟ لما أهم محكمة دستورية تسقط بالعجز عن اتخاذ قرار دي نص دستوري واضح مثل المادة 57 من الدستور معناها التعطيل ضرب المجلس الدستوري وصار معروف بكل أسف مين ورا التعطيل واللي عطروا بيعرفوا حالون والناس صارت تعرفون إسقاط خطة التعاف المالي يلي وضعتها الحكومة السابقة أخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصارت كلفة الحل أكبر والاخسارة عم بتزيد عن ناس وإذا ما فيه خطة وتحديد واضح للخسائر وتوزيع عادل يعني ما في دعم دولي وبيكون التعطيل عم يضرب الناس التعطيل بالحكومة المسؤول عن شلل الإدارة بالوقت يلي الموظفين نطرين حقوقهم والمستشفيات نطرة مستحقاتها والمرضى نطرين العلاج مين المسؤول عن قياب الموازنة للسنة الماضية وشو مصيرها هذه السنة مين عم بعرق للتدقيق الجدائي وأن المباطلة هدفها إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة مين المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة الناس حين أنا بريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا مع دول الخليج وبسأل شو المبرر لتوتير العلاقة مع هذه الدول والتدخل بشون ما بتعنينا العرقلة بمجلس النواب بتساهم بتفكيك الدولة قانون الكابتال كونترول كان مفروض يخلص من سنتين وشهرين ويساهم بإنقاذ الوضع المالي وين قانون استعادة الأموال المحولة للخارج وين قانون كشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمين بالخدمة العامة وين قانون ضمان الشيخوخة ليش التخير بإنجاز هالأوانين الإصلاحية في حدا يقدر يقلي ليش مجلس النواب مش عم يتجاوب مع دعوات المتلاحة بإقرار قوانين لخدمة الناس وين هالأوانين موجودة؟ هالمكانها بالجوارير وباللجان فقط؟ التفكيك والانحلال طار القضاء ونحره تشكيلات كرسة طائفية المراكز وخالفة الأوانين وما اعتمدت معايير موحدة للكفاءة والأقدمية والحقية والدرجات كيف بدكم نوقع تشكيلات فضيحة؟ فهيك ملفات الناس متراكمة بانتظار البد فيها لكن الأخطر أن القضاء معطل نفسه ومعطلينه عن المحاسبة والمسائلة وفرض العقوبة بالرقابة المالية ليش تأخير بالمصادقة على أطوعات حسابات الدولة من سنة 1997 وهل حدا سأل وحاسب؟ أحبا إيه؟ شل المؤسسات صار نهج قائم بحد ذاته ونتيجته خراب الدولة السؤال هل اللبنانية بعدهم متفقين على وحدة الدولة؟ أو سقط النظام؟ وكل واحد عم يفتش على مصلحته بالوقت يلي عم تقترب الحلول بالمنطقة عم يبعد الحل بلبنان وهيدا مش مقبول اليوم قبل بكرة لازم تجتمع الحكومة وتعالج المشاكل بمجلس الوزراء بأي شرع بأي منطق بأي دستور بيتم تعطيل مجلس الوزراء وبينطلب منه قرار مش من صلاحياته وبيتجمد عمله بسبب مسألة ما بتشكل خلاف ميساتي الحكومة لازم تشتغيل ومجلس النواب لازم يرائب عملها ويحاسبها عند الضرورة مش يساهم بتعطيلها وبعض المسؤولين يشتغل على استمرار الشلل فيها تفكيك الدولة وشلها وانحلالها جريمي بلشوا بتعطيل المشاريع من كهرباء ونفض ومياه واتصالات وغيره وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور أنا مؤتمن على الدستور والأوانين ومن واجب يصارح الشعب اللبناني يقول له نحنا لازم نضل بوطن واحد وبدولة واحدة بس لازم نتعلم من التجربة ونعدل نظام الحكم حتى تصير الدورة قابلة للحياة اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة هي العنوان والمسائلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط حتى نسكر حسابات الماضية ونرد للناس حقوقها وأموالها لبنان لازم يبقى ملتقى حوار الثقافات مش أرض الصراعات أحبائي أنتوا ناطرين وعم تتحملوا وجع ووجوع وخوف ودول العالم ناطرة حتى نبلش الحوار مع صندوق النقد الدولة حتى يساعدنا أنا ما بدي مخاصمة أحد لا أشخاص ولا جهة ولا بريد تفكيك وحدة أي طائفة بس لازم نكون صريحين المراوحة قاتلة وما رح قبل يكون ساكت على سقوط الدولة واختناء الناس ورح ضل ناضل لآخر يوم من وليتي ومن حياتي الحل بالحوار وبالطرق السلمية وبيديته واجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة من مواعي كمؤتمن على الدستور بدعي لحوار وطني عاجل للتفاهم حول ثلاث مسائل وأقرارها لاحقا من ضمن المؤسسات وهي لمركزية الإدارية والمالية الموسعة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان خطة التعافي المالي والاقتصاد بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادي للخسائر أحبائي معركتي هي معركة دناء الدولي من أول يوم دخلت الشأن العام والخدمة العامة هيدا كان حلمي من يوم ما كنت تلميذ بالكلية الحربية وهيدا الحلم رفقني طول عمري من دون دولة لا وجود للبنان واستمرارية بناء الدولة إلها أسس الدستور والأوانين والمؤسسات هيدا بيعمل انتظام بالدولة وهيدا مطلب كل لبناني مقيم أو منتشر المطلب واحد قيام الدولة شعبنا قادر يبنى الدولة ويبنى الاقتصاد وإمكاناتنا كبيرة وسروتنا الأكبر هي الإنسان لكن الدولة تبنى باحترام القوانين مش بتجاوز حد السلطة ولا بهايبنى السلطة على سلطة الدولة يعني أنون واستقرار بذات الوقت وما حدا يخير اللبنانيين بين الاثنين أحبائي سهل كتير ننتقد رئيس الجمهورية سهل كتير نقو سلاك اليوم ونستهدف موقع الرئاسة وحتى ننتقس من صلاحياتها بمجلس النواب واخرها يلي صار بالمادي 57 من الدستور سهل كتير تطلع أصوات تحمل الرئيس المسئولية وهو صلاحياته محدودة كتير وحتى مش قادر يلزم مجلس روزراء على الاجتماع لكن أنا بسأل بكل الأمانة بسألكم بسأل أهل الإعلام ليش ما بيقولوا الحقيقة وليش عم يصير في تزوير للحقائق من حق الناس أنه يسمعوا الحقيقة مش الكذبة والشائعة اليوم مع نهاية هالسنة حبيت تكون رسالتي لكم رسالة مصارحة وبتأمل أنه ما قطر قول أكتر عشتهم وعشة لبنان